اشتركوا في القناة المحضر اللي فاتت اول حاجة هنروح على اوبشن وهنيجي على الديسبليي ستايل هنتأكد ان الهيدن لينز والرموفد وان التانجينت اجيز رموفد وهنقول اوكي وبعد كده هنروح على فايل ونقول ميك دروينج فروم بارد وهنقول اوكي هيفتح لنا الشاشة اللي انت شايفها ديت تقدر تسحب اي جزء وتحطه عندك في الشاشة اذا اختفت تقدر تيجي على فيو وتشوف باية الاجزاء اللي انت عايز تسحبها هنمسح البرت اللي احنا دخلناه وبعدين هنروح على اوبشن هنيجي على دوكومنت بروبرتيز وبعد كده دي تايلينج وهنلغي اول واحد السنترز وهنقول اوكي هنيجي على فيو وهنلغي الاوتو ستارت بروجيكت فيو وهنسحب التوب لين بتاعنا هنحطه هنا هتلاقي في الشاشة اللي على شمالك ديت فيها حاجات كتير ممكن تغير فيها اللي سكيل بتاعك هو هنا سكيل 1 ل2 ممكن تخليه مثلا 1 to 8 او 1 to 10 فهتلاقيه صغر جامد ممكن تخليه 1 to 2 1 to 1 فهنرجعه تاني زي ما كان 1 ل2 وبعدين هنقول اوكي دلوقتي احنا الشكل دوت اذا عايزين ناخد السكشن الفيو نحطه معانا في الدروينج فهنيجي على فيو لي اوت وبعد كده هنختار سكشن فيو وهنتأكد ان اوتو ستارت سكشن فيو متعلمة وهنيجي عند السنتر وهندوس كليك هيبتدي يسحب لنا السكشن فيو زي ما احنا شايفين ممكن نسيبها مثلا في المكان ده اذا عايزين نعكس الشكل ممكن نيجي على فليب ديريكشن فهتلاقيه عكسهولك في الاتجاه التاني عايز ترجعه تاني فيو طيب اذا حابين دلوقتي نركز على جزء معين في الرسمة نعمل لها ديتيل دي فيو يعني مثلا الجزء دوت فكل اللي هنعمله هنروح على فيو لي اوت وبعد كده ديتيل فيو فهو هتلاقيه طلعلك دايرة في الاول معنى كده ان انت ممكن تيجي في اي مكان انت عايز تعمله ديتيل فيو وتبتدي ترسم الدايرة بتاعتك فانا هاجي مثلا في الحتة دي وابتدي ارسم الدايرة بتاعتي زي ما احنا شايفين وبعدين مجرد ما خلصت كليكة تانية معنى كده ان انا خلاص خط الديتيل فيو بتاعي اقدر اسحابه وحطه في اي مكان بيرسمه بشكل اكبر شوية اقول مثلا ان انا هسيبه في المكان ده بعد ما خلصنا هنقول اوكي طب فلنفترض ان انا عايز احط الايزومترك بتاعي او الموديل بتاعي في 3D فكل اللي هعمله هاجي هنا على موديل فيو وبعد كده هقول اوكي next وبعدين هختار الايزومترك اقدر احددله اسكيل مختلف زي ما قولنا وقدر احدده ازا انا عايزه بهيدن لاينز ولا بشيدت فهنقول مثلا ان احنا عايزينه شيدت وهنسحب ونحطه في اي مكان عندنا فهنقول مثلا ان احنا هنحطه هنا فهتلاقيه حطلك الايزومترك بتاع الشكل اللي انت كنت رسمه من شوية ازا بصينا هنلاقي كلمة section محطوطة على الكلام ممكن تسحبها واتطلعها فوق شوية وبعد ما خلصنا ممكن نقول اوكي اعزين بقى نحط centers للدوير اللي احنا رسمانها دي فكل اللي هنعمله هنروح على annotation بعد كده center mark هنختار اي دايرة فيهم وهنضغط على العلامة ديت وهو كده حطيلي centers حوالين الدوير كلها وهنقول اوكي وبعد كده ازا حبين نحط center line للدائرة ديت والدائرة ديت فهنيجي على center line بعد كده هنختار الجزء ده والجزء ده فهيحط center line ما بينه نختار الجزء ده والجزء ده فهيحط center line ما بينه عشان نتأكد ان ال dimension بتاعت البارت دوت بالمليمتر جرام سكند زي ما رسمنا ال original part فكل اللي هنعمله هنروح على option بعد كده document properties بعد كده هنروح على units وهنخليها mmgs لان هي كانت بال inch pound second زي ما انت شايف فهنقول اوكي بعد ما تأكدنا ان الرسمة بتاعتنا بقت سليمة خلاص ممكن نيجي على annotation ونروح على smart dimension نبتدي بقى ايه نحط dimension لكل جزء فيهم فقدي ديت كانت ب27 والدائرة ديت تلاقي ب25 والدائرة ديت نتلاقي ب130 والجزء ده وهي دي خلينا نشوف كمان المسافة من هنا لهنا والمسافة من هنا لهنا مثلا والمسافة من النقطة دي للنقطة دي والمسافة من هنا مثلا لحد هنا phi دي بتعبر عن diameter فانت مثلا ازا حابب تكتب حاجة قبل كلمة phi فكل اللي هتعمله هتيجي هنا وهتقول مثلا through all فهتلاقي الكلمة كلها ظهرت لك هنا ازا حابب تكتب حاجة بعد الرقم فكل اللي هنعمله مثلا هنعلم على اي dimension فيهم وهنيجي بعد ال dim الحاجة اللي ما بين اتنين براكت ديت دي معناها زي tag للرقم بتاع فاذا كتبنا مثلا through فهتلاقيها ظهرت هنا بعد الرقم بعد ما خلصنا ممكن نروح على file بعد كده save as وهنسميها مثلا part 1 drawing اوكي وكمان ممكن نطلع الشكل ده على pdf ممكن نروح على file وبعد كده save as ونقول pdf ونقول save ازا روحنا هنلاقي ان طلع لنا pdf اسمه part 1 ازا ضغطنا double click هتلاقي طلع لك الرسمة بتاعتك اللي انت ممكن تطبعها بعد كده وبكده نكون انتهينا من المحاضرة بتاعت النهاردة ومع السلامة اشتركوا في القناة